السلام عليكم أصدقائي وأخيرا اتحاد كرة القدم السوري كان من أعلن عن القائم الرسمي لمنتخبنا الوطني للشباب المشارك في كأس آسيا أوزبكستان إذن 23 نصر 23 شاب 23 بطل إن شاء الله رح يحققوا نتائج للمنتخب رح يفرحوا الجماهير ورح يسعدونا إن شاء الله بنقول يا رب نحن متفاقلين بهمة الشباب خلينا نشوف القائمة النهائية اللي كانت عم تشمل 23 لعب للمشاركة في كأس آسيا للشباب قائمة كانت عم تضم محمد حسوني عليه هلولو وماكسيم صراف طبعا نحن عم نحكي هلا على حراس محمد حسوني الأمانة نحن جربناه للحارس الحارس عنده هفوات بالنسبة لماكسيم صراف يعني البيع سوى المباريات والأداء عم تقول إنه اللاعب أفضل بأنه هو محترف في سيسكا موسكو الروسي بالنسبة لللاعبين علي الريني خالد الحجي محمود النايف مقداد أحمد عمار عالمي محمد عثمان عبدالله زقريد الرائع مالك جنعير عامر فياض محمود مهنة مصطفى حمو الرائع محمد أسعد يلي عم بتقلق بآخر مبارتين وعم سجل هدفين على طاجكستان حسن دحان محمود الأسود يلي كان عم يعمل أسست ولا أروع على محمد الأسعد زكريا رمضان مهند الفاضل الياس سفر أنا سحردان هوزان عثمان هاي هي قائمة اللاعبين نحن حكينا عن 22 لاعب يتبقى لاعب وحيد يلي هو مصطفى عبداللطيف المحترف في الدورة الألمانية لا رح يلطحق بالمعسكر غدا إن شاء الله إذن حكينا عن 23 أو 22 لاعب وصلوا إلى أسباكستان للمشاركة في نهايات كأس أسيا بالتوفية ربي تبقى مثل ما حكينا محترف في الدورة الألمانية مصطفى عبداللطيف رح يكون غدا إن شاء الله موجود بأسباكستان بالنسبة لمنتخبنا الوطني كلنا منعرف أنه أولى المبارات ستكون أمام صاحب الأرض المنتخب الأسباكستاني ما بخفيكم أنا بارح كنت عم بطالع بعض المعلومات عن المنتخب الأسباكستاني منتخب قوي منتخب فظيع بكفيك أنه عم يتفوق بآخر المبارات أو بمجموعته أو بآخر مبارات دي كانت نتفوق على المنتخب السعودي بهدفين مقابلة هدف واحد وما أدراكها ما هو المنتخب السعودي للشباب فلزلك بالنسبة للمجموعتنا رح نعمل فيديو تاني نحكي عن موعد توقيط المبارات أولى مبارات منتخبنا الوطني نحكي نهار الأربعة إن شاء الله بس رح نعمل فيديو نحكي عن موعد توقيت المباريات الجدوى الكامل للمباريات ورح نحكي بعض المعلومات عن المنتخبات اللي رح نواجهها نحن أفضل منها أم هي أفضل مننا بالنهاية مثل ما حكينا بأرض الملعب بهمة الشباب بقوة الشباب بمجهود الشباب مفشي صعب بكرة القدم حاليا رح نحكي عن 23 لاعب بالقائمة إذا بتسألني رأيي بالقائمة حاليا أنا عليه إدعم وقت النقد البناء انتهى حاليا أنت وقتك إنك ومهمتك وواجبك إنك تدعم هذا المنتخب من وجهة نظري لو شيعة سريعة أنا كنت بتمنى شوفوا عدى يحسون كنت حابب شوف جان مصطفى لأنه بيستاهلوا هاللاعبين ويكونوا بالمنتخب إنما هاي قرارات كادر تدريبة هني بيتحملوا مسؤولية النتائج وإن شاء الله النتائج بتكون ملبي لطموح الجمهور السوري ومنفرح نحن بحاجة مثل ما حكينا في فيديو الأخير فرحة وطن بالنسبة لك نحن مجموعتنا يعني ما بدون لك سهلين مقبولي شيئا ما باستثناء يعني أنت رح تواجه أسباكستان صاحب الأرض توقعات إن شاء الله يا رب انتخبنا بحقق شيء يعني يفرح قلبها الجمهور هذا هدفنا الوحيد مثل ما حكينا رح نعمل فيديو واثنين وثلاثة نحكي عن كل مباراة عن فريق الخاص بموعد وتوقيت المباراة بالمجمل رسالة لللاعبين نفس الرسالة اللوجهناها بديك بهذاك الفيديو بالفيديو الماضي أنتو 23 بطة 23 نسر 23 رجل في أرض الملعب ما في شيء مستحيل في كرة القدم بالهمة بالتعب بالجدية باحترام الخصم بتنفيذ تعليمات المدرب بالتركيز 90 ديال قادرين أنه نعمل إنجاز قادرين نعمل إعجاز قادرين نعمل نتائج قادرين نفرح الشعب السوري للأمان يعني خيبات الأمل خاصة الرياضية قتلتنا حرفياً قتلتنا حرفياً يعني البعض بقولك أنا معت إلى نفس رياضة السورية وأنتو الأمل الوحيد أو أنتو الأمل الأخير الوحيد والأخير يعني لا سمح الله وما بتمنى هذا الشيء يصير إن فشل منتخبنا للشباب يعني خلص عوضك على الله مستحيل بقى تتأمل بمنتخبات على مرة تاريخ أو منتخبات قادمة لنتحقق نتائج لأنه هذا المنتخب بهيك أسماء بهيك عناصر بهيك مدرب أجنبين مفروض أن يقدم نتائج بهيك محترفين مفروض أن يقدم نتائج بهيك مواهب لازم نقدم نتائج هذا الشيء اللي بتمنى أنا إذا اللاعبين كانوا إيد وحدة ورح يكونوا إيد وحدة إن شاء الله رح يحققوا نتائج ويا رب نحن نقول دايما توفيق من رب العالمي من القلب من القلب من قناتكم قناة موسى سبورت بتمنى لمنتخبنا الوطن للشباب يا رب الانتصار وتحقيق النتائج والإنجاز والإعجاز وكل شيء بيفرح قلب الجماهير السورية فرحة وطن هذا المنتخب رح نعلم منه بفرحة وطن إن شاء الله يا رب منصورين شباب منتخبنا الوطن إن شاء الله مثل ما حكينا في فيديو السابق بنرجعكم على الشام حاطينكم على الكتاف إن شاء الله والورد مزين جبينكم والدهب إن شاء الله مزينكم شايلين الدهب إن شاء الله إن شاء الله يا رب بنقول يا رب ما علينا إلا نتفائل في كرة القدم حق كل مشجع أو أي مشجع أنه يتفائل بناديه أو منتخبه البعض عم يقول لي لا ترفع سقف الطموحات هذا مو رفع سقف الطموحات هذا تفائل أو عشق يعني خلاص أنت أي فريق تعشقه بتتوقع أنه يربح تتفائل أنه يربح فكيف إذا كان منتخب بلادك إذن ها هي القائمة النهائية لمنتخبنا الوطنية بالتوفيق يا رب مثل ما حكيت بداية الفيديو كان عندي أمل أنه كنت متمنى أنه في لاعبين مثل عداي حسون وجان المصطفى يكونوا موجودين إنما الكادر التدريبي له رأي آخر هذا الشيء رح نحكيه بعد انتهاء تصفيات كأس آسيا للشباب إن شاء الله أو عفوا النهايات كأس آسيا للشباب رح نحاول نعمل مقابلات مع بعض اللاعبين إن شاء الله ونسمع شو صار بالزبط بالمعسكرات التدريبية اللي نحن عملنا معسكر بالإمارات كنا عم نواجه المنتخب الصينة والمنتخب القطرة كنا عم نتفوق بمبارتين عم نقصر بمبارتين دائما عم نتفوق بالمبارات الثاني أمام طاجكستان كنا عم نتفوق بالمبارتين يعني نحن كمعسكر كتجهيز كبداية نحن وعملنا أكثر معسكر في دمشق فنحن جاهزين مفروض نحن جاهزين بهمة الشباب إن شاء الله إن شاء الله يا رب نلقلب 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 بتمنى التوفيق لها نسور نسور منتخبنا الوطني بنهاية الفيديو اليوم بتمنى بتمنى عم يحضرني على اليوتيوب اشترك بالقناة عم يحضرني على الفيسبوك لهي كل الفيديو أنا أقول لكم كون شكري تمنى دائما نضلوا أخي السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر